سلام عليكم النهاردة فكرت اتكلم في فيديو سريع كده عن حاجات فكرة مختلفة كده جات لي ايه الحاجات اللي ممكن تكون مدايقاني من العربية مش مش شرح حاجة مدايقاني او بدايق الناس او مدايقانا على المستوى الشخصي يعني اه وطبعا هحاول ان الحاجات دي بما اني بحب العربية فهقول اه الحاجة واقول ان دي مش مشكلة ولاي حاجة تمام او ايه البديل او ايه الحل بتاعها يعني اول حاجة اللي كل الناس اتكلم عليها طبعا مساحات الصغيرة ازا كان اه في الكونسول هنا او هنا فالمساحات دقيقة شوية والاا والوصول لها غلص بس طبعا انا مسلا بالنسبة اليو اس بي انا مركب هنا يو اس بي هب ادي اول حل فده ممكن الوصول يبقى اسهل اه بحط الحاجات الصغيرة هنا زي المفاتيح الحاجات يعني مش محتاج حاجات كبيرة والبديل بتاعها زي ما قلت ان انا ممكن استخدم مساحات اكبر زي انا وطبعا فيه درجة تاني ده بحط فيه نضارتي ده اجمال وممكن تحط فيه بقى الفكة المحفظة المفاتيح اي حاجة صغيرة تاني حاجة الكرسي الكرسي في الفئة التالتة مثلا بيبقى كله كهرباء الكرسي في الفئة التانية زي دي بيبقى في حاجات كهرباء زي دول زي ما وكان في فيديو قبل كده كلنا في عن الكرسي الكهرباء بالكامل والشرح بتاعه والفرق بينه وبين الدفعة الفئة التانية ولكن بما ان الموضوع الفئة التالتة فيها كله كهرباء وهنا في بعض الحاجات مانيوال زي ارتفاع الكرسي زي ان الكرسي يطلع لقدامه وراء وضهر الكرسي مشكلتي الكبيرة في ضهر الكرسي انه شغال بالبكرة دي القديمة قوي يعني يعني ما كانش بشدات زي ده مثلا عشا يبقى سهل فيبقى الفئة التالتة بكهرباء بالكامل والفئة التانية تبقى دي دي شايفة صعبة جدا يعني تبقى تلفة في البكرة دي عشان تتطلع وترجع لضهر الكرسي ولكن البديل او الحل بتاعه ان طبعا او الماء يعني اللي يوفر شوية ان انت طبعا مش بتستخدمها كل شوية بغير ضهر الكرسي يعني بثبته خلص يعني بثبته على وضع اللي انا مريحني وغالبا ما بغيرهش كتير الحاجة التالتة العتب والعتب طبعا هنا عالي وزاي ما عارفين الباب كله بيقفل على العتب ده بالكامل الفبر ده وده بيبقى فيه ميزا ان هو بينطب بيسيب الدنيا جوه نضيفة بعيد عن تراب الشارع والطين والبهدلة بيخلد نضيفة لان الفبر دي قفل عليها لكن في المقابل بما انها بدأ من تحت اوي كده بدأ من تحت هنا اذا يعني كل المساحة دي كان ممكن الباب يبتدي من فوقها فيبقى عالي جدا لكن دلوقتي وهو بالشكل ده بيبقى بالنسبة للرصيف واطي شوية عليه فممكن لما تفتحه محتاج دايما لما تركن تتأكد ان الرصيف بعيد او الباب مش هيغبط فيه دي الحاجة بصراحة اللي ممكن تبقى عمليا غلصة شوية الحاجة الاخيرة اللي في معظم العربيات او كلها تقريبا الحتة دي لما بتفتح الشمسة طبعا طبعا لازم الشمس تجي لك من الحتة دي بزيادة ما ينفعش تجي من اي حتة من دي كلها انا كان عندي سيراته الفين وعشرة زمان ويه كان فيها اكستنشن بيطلع من هنا بيتسحب لبرا بيسد الحتة الزيادة دي وفي بعض الاكستنشن بتركب بتهالي شفتها بالكده برضو بتركب تزود دي بس انا مش فاهم ليه لغاية دلوقتي العربيات مصرة تنزل بالشماسة ما بتغطيش المكان ده او مفيش اكستنشن يقدر يطلع زي ما كانت موجودة في الكاس سيراتو مثلا في الاخر دي شوية حاجات كده كنت بقولها على الماشي يعني اه ممكن تكون مدهئن شوية او ممكن تضايق اي حد بيستخدم العربية لكن اوفر اول الحمد لله العربية بسم الله من شاء الله يعني تمام اداءها زي ما قلنا قبل كده جميل وناعم وقوي ومريحة والقعدة مناسبة جدا يعني بس في شوية حاجات كده سلام عليكم موسيقى